بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السابعة مذاهب الأئمة في قراءة البسملة أولا نعرض لقراءة البسملة في بداية القراءة التي يقرأها القارئ سواء بدأ من أول السور أو من وسط السورة وللقراء في ذلك مذاهب متعددة أولا الوجوب في أول الفاتحة حتى وإن وصلتها بالناس وهو مذهب جميع القراء بذليل قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني فمن بدأ الفاتحة يجب عليه أن يبسمل في أولها كما قلنا حتى وإن وصلها بسورة الناس ومعلوم أن وصلها بسورة الناس مندوب إليه ومستحب لأن الإنسان المسلم إذا قرأ ختمة وانتهى منها يستحب في حقه قبل أن ينهض من جلسته القرآنية أن يفتتح ختمة جديدة فيقرأ الناس ويصلها بالفاتحة على الشكل التالي من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكم الثاني عدم الجواز وذلك في أول التوبة حتى وإن وصلتها بالأنفال وسنعرض لوجه القراءة بين الأنفال والتوبة أما الآن فنقرر أن البسملة ليست موجودة في أول التوبة فبالتالي لا تقرأ البسملة أبدا وهذا مذهب جميع القراء كما قال الشاطبي رحمه الله لتنزيلها بالسيف لست مبسملة القول الثالث استحباب البسملة وذلك في أوائل السور غير الفاتحة لأنها واجب كما أسلفنا وغير براءة لأنها لا تجوز كما قدمنا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها فمعنى ذلك أن البسملة في بداية السور كلها على الفاتحة وبراءة مستحبة الحكم الرابع جواز البسملة وبالتالي جواز تركها أيضا وذلك في أواصط السور كلها عدد توبة لأن وسط التوبة يختلف عن أواصط السور الباقية إذن لو بدأ من وسط الفاتحة أو من وسط البقرة أو من وسط أي سورة أخرى فيجوز له أن يبسمل ويجوز له أن لا يبسمل وطبعا البسملة أولى لأنها زيادة قراءة وزيادة أجر يقول الشاطبي رحمه الله وفي الأجزاء خير من تلى أي في أجزاء السور ومعلوم قوله خير من تلى يدل على الجواز جواز الفعل وجواز الترك خامسا في وسط التوبة ذهب العلماء فريقين لمن بدأ القراءة في وسط التوبة هل يبسمل أم لا يبسمل ففريق يرى جواز البسملة معتبرا وسط التوبة كأواسط السور ومعلوم لدينا كما مر أنه في أواسط السور يجوز للإنسان أن يبسمل وفريق آخر يرى عدم الجواز لأن وسط براءة كأول براءة ومعلوم لدينا أنه لا بسملة في أول براءة وهذا أرجح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين